اشتركوا في القناة الحمد لله قبل ما نحكي القصة لازم شو يعملوا المتابعين الحلوين يشربونا يعملوا لايك وشيروا على جرس التنبيق ويكتبونا تعليقاتهم الحلوة تحت حتى نقرأها أول بأول حتى نشوف إيش رأيهم في قصة قبل النوم طيب شو هاي القصة اليوم بدي أحكي لكم قصة حلوة كتير كتير نجربها بس عندي أدوات للقصة بدي أجيب الأدوات عشان تكون قصة ممتعة جاهزين؟ جاهزين يلا انتظروني ثواني بس معاي الضيوف يا لولو وجوجو أنا اليوم ياي يا لولو وجوجو ضيوف ولو وجوجو ولك يا مفاكسر الضيوف من بره أنا جايبهم معاي اليوم حتى يساعدوني بالقصة ياي تحزروا مين معاي يستعدوا للضيوف جاهزين؟ شو هات قلب سمعت صوته؟ يا حلوين وانا تمره وانا يحكوا لهم انو يعملوا player and share subscribe ويضغطوا على جرس التنبيه طيب اليوم حنحكي عن قصة حبوب طفع حبوب الطماعة هذا حبوب كان طمار خلينا نسمع إيش القصة كان يا مكان في قديم الزمان وسالف الأصلي والأوان كان بعدة كان في كلب صغير اسمه حبوب ماشي بالغابة هو عم بيلعب مستمتع من 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 هم حو 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 وهو عم يلعب وهو عم يلعب إجاه فجأة عم تفضع تفضع كيفك يا كلبي يا نهربوب كيف حالك أنا بخير أنا بخير تمام تمام ايه تكيفة يا ده فضوح قال له انا ممتاز عندي ايلك نصيحة قال له ايش النصيحة قال له دير بالك في يوم من الايام تكون طمع يش يعني طمع يا حدوين يعني انا بعلم يعني ما يخلي للجل اذا طلبوا انه يعطيهم اكل يعني يعني اذا كان معاه اكل وشاف غيره محتاج وكان بيقدر يقسمه من هاد الاكل انه طعمي ما يكون طمع على حاله صح قال له طيب كيف ما اكون طمع يا بفضوع قال له اذا كنت معاك اذا كان معاك اكل ما تنسى الطعم غيرك اذا كان محتاج طيب طيب ارفت القصة طيب مشي الكلب حبو في الغاب وهو عبغني لا 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 يلا للا لا وفجأة ليقشي جوجو جاقدة جلء جاجة ايي جاجة رايحة جاجة رايحة مشي الكلب الغابة هو عب يمشي شاف كلب صغير صغير عم بعين قال له هو ماسك الأكل بتهمه إيش مالك قال له أنا جوحان طعميني طعميني أنا جوحان قال له بس هذا الأكل إلي لحالي حرام أنا جوحان ساعدني طعميني قال له وأنا كمان جوحان كيف بدأ طعميك قال له أولا طعميني إيجا حبوب ما سمع كلامة ضفضع ركض 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 هرب 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 عشان ما يطعم الكلب عشان ما يطعم الكلب الصغير فأتش حتام وقف عند النهر اتفرج على النهر ليش لي يجوه النهر لقى صورته صح؟ مش على المي واحد ما غير طعم الفرج على المي بلاقي صورته فليقي حبوب صورته على المي خاف فكرها كلب ثاني جاي بده يأخذ منه الأكل بالخطأ هرب ويع جوا المي ويع جوا المي كلفت منه الجاجر وهو المسكين غري سرعوني أخذوني'll أخذوني لق �لب وفجأة؟ شو اجاد وفجأة اجد، فضوع ومدله لحبوب خشبه وساعده بالنهر ولطلعه علشان ما يغرأ قال له ايش قلتلك يا حبوب مش قلتلك لازم تطعم غيرك وما تكون طماع لو انت لو انت طعميت الكلب الصغير واكلت كان انتو الاثنين اكلتوا واستفدتوا والاثنين شبعتوا لكن لانك ما طعميتوا راح عليك الاكل وغرقت ومليح اني انا شفتك وانقبتك قال له حبوب خلص بوعدك يا ضفدوع من يوم مطالع ما اقول لحالي وطعم غيري وعد 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 قال له اكيد قال له خلص تعلمت الدرس انا راح اعيدها قال له ضفدوع خلص اذا انت شطور وهلأ حاخدك معاي واطعميك اكل عشان تشبع تمام توتي توتي خلصة دل هتتتتت حلوة ولا فتتتت قال له مرحبية صف ايش استفدنا من القصة ميك ننطلق الصماعين والطماعين قالوا الطماعين ايش ما قالهم بقل الصماعين هيك يا الناس حيدعلوا منهم وبطلوا يحكوا معهم وكمان ينطير معهم ايش خلص هيخسروا لحالهم اكلهم صح فلازم ايش نعمل احنا نكون كريمين وملكو الطماعين صح يا باللوتان صوت مين هذا فارس الصغير فارس الصغير شكله صحي من النوم أسعجناه بصوت طياء ويني كيف ينام هلأ بالليل خلص هلأ نجيه هلأ من روح أنا بروح أشوفه أنا وماما قبل النوم شو منعمل حن دامان يا بنات؟ نقرأ المعاونات ونحكي بميه دعاء النوم إيش هو؟ باسمك ربي وضعت الجنبي وبك أربع أحسنتوا وهيكا من قلكم تصبحوا على ألف خير حبيبات الله أعرف عليكم يلا أقرأ باب المعاونات السلام عليكم يلا حبيباتي تصبحوا على خير أي شكرا اشتركوا في القناة